بسم الله الرحمن الرحيم جاء فيه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من تصر نفسه من مظلمه يعني إذا كان شخص يظلم رسول الله ظلما شخصيا رسول الله لم يكن ينتصر لنفسه في طول تاريخه قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعد الهجرة من تصر نفسه من مظلمة يقول علماء البلاغة أن النكر في سياق النافي ظاهرة في العموم يعني لم تقع مظلمة شخصية إطلاقا على رسول الله صلى الله عليه وآله في طول تاريخه ما وقعت عليه مظلمة شخصية ولم ينتصر لنفسه أبدا حتى ولو لمرة واحدة ترجمة نانسي قنقر